الأخير وأنا أعتبرهم من أهم ما يذكر في الجلد وماذا تفكرون؟ فيتامين اي مهم أول لأنه مضاد أكسادا وما يجعله إذا كنت تتعوّر أن يحصل سكار أو يحصل ندبة جامدة أو يشيل الندبات لكن هذا ليس في الأهمية التي أتكلم عنها اليوم على فكرة كل الفيتاميات المعادن مهمة ولو خسرت أي فيتاميات المعادن جلدك سيتأثر لأن الجلد والبشرة والشعر هي وردة جسمك فعندما تطلع الجزر يكون تماما والورق يكون تماما والجزع يكون تماما والأوراق تكون تماما فهي ثمرة صحة أي حد بشرته ثمرة صحة أي حد شعره ثمرة صحة أي حد المفاصل وهي الفواكه ليه نأكل جيد وننبدري ونذهب إلى الجيم ونأكل جنك فود لكي يبان علينا الثمارات أحد أهم الثمارات الجلد والشعر والمفاصل أرجع للموضوع يعني من أهمهم على الإطلاق به ثلاثة وما أدراكم ما به ثلاثة النياسين النياسين لما يقع من جسمك يجيلك حاسمها بلاجرا البلاجرا دي عبر عن إيه؟ جلدك يقشف جلدك يحمر جلدك يشقق جلدك يتحس أنه ميت جلدك كله قشور عندك حساسيات ومكتئف هو ده الفيتامين به ثلاثة ففيتامين به ثلاثة أي حد عنده تصبغات به ثلاثة بيشيل أي حد عنده اكتئاب بيحسن البشرة بيرجعك شبابه لثلاثة أربح حاجات أول حاجة أن النياسين بيدي صحة للجلد مش مهم أن النياسين بيضبط صبغات الجلد مش مهم إنه المهم بيظبط والحمد النووي في جسم لقد عرفت ان النياسين بيدي في لeps покуп vuel sadly أطول ليم له خارق لانه يحفظ على الحمد النووي حماك ما يقول الحمد النووي ده الذي يطبع بروتنات إAAAAMPIC الذي يطبع بروتنات إ Lyud الذي يطبع بروتنات إتشاف العين الذي يطبع بروتنات إتشاف الجلد فانت بيصلح المطبعة فأي حاجة تصلح المطبعة بتصلح كل حاجة جبدك وعينك وشعرك والتصرفاتك ونومك وهدوءك النفسي وهضمك وكل حاجة لانه بيشتغل على الكبير ومن حق الكبير يتدلع النياسين بيعمل الكبير اللي هو الحمض النووي فكونك انك تاخد مثل 500 ملي او لغاية جرام نياسين من الفلاش قبل ما تنام عشان ما تحسش بالحمرة تحس بها في النوم وانه مهم جدا لتصبغات البشرة للتهابات البشرة للبشرة الخشنة للبشرة اللي اول ما تهراشها تحمر قوي كده وتحس انها بشريتي متهيئة بشريتي حاساسة يا دكتور خلي بالك انت محتاجني ياسين